السلام عليكم ومرحبا بكم مرة اخرى في مطبخي وعلى قناتي نتمنى انكم تكونوا كامل بخير بزاف شجعتوني في التعليقات على الفيديوهات السابقة ورح نكملوا باذن الله في هذا الدورة المجانية وكذلك رح نخللكم في صندوق الوصف الحسابي وكذلك الصفحة هكذا باش يكون عندكم اي موديل بغيتو نحطه لكم باذن الله نقدر نحطه لكم في الايام الجاية ونبقى في مواعدنا باذن الله كل احد واربعاء باذن الله على نفس الموعد واليوم جبت لكم هذا الصبعات ان شاء الله ينالوا اعجابكم اذا كنتوا اول مرة تزوروا القناة اتمنىكم تشتركوا بالقناة وخاصة اعجاب وفعلوا الجرس الليجام ضغطولي بزاف خلاص على الليجام لانهم مفيدين للقناة ودركا رحوا للوصفة تانا عندي ثلاث كيلات من اللوز بودرة انا هنا استخدمت اللوز بودرة اللي يعني يتباع من تستخدموش فضال لانه يتلك شوية زيت تانا عندي ثلاث كيلات من اللوز بودرة القيس تاكل كيلة فيه مراه سبعين قرام وعندي كيلة من السكر ناعم حتى هي سبعين قرام عندي ملعقة تاكل كبيرة مهيش مرام ملح من النوتلا ما كانش نوتلا نقدر نديره معكسان وعندي اللي هنا يا كاندي شوكو حليب بالشوكولاتة هذا هو اللي استخدمتو كاندي شوكول هنا ما عندوش قيس فقط نبقى يعني نبل هذيك العجينة تاعي حتى نتحصل على القوام اللي حبيتو راح تشوفو الطريقة بالتفصيل دونك حاجة سهلة بزاف خلاص يعني تعودتو باللي ندير مع يعني طمينات بزاف معاكم هذي طمينا حتى هي جوغ طمينات محشية دونك هذك اللوز هنا يعني غير ممكن انكم تستبدله بالكوكو لانه الكوكو كيقود موش محمص يعني طعم تاعه صراحة ما يجيش مليح دونك اللي هنا اللي بغي يجرب هاد الوصفة لازم يدير اللوز دونك غير قانتيتي قليلة برك بشتشوفو لوقوتها كيفاش يجيب ونحط عليهم هذيك الكاسرونة نحط فيها اللوز نحط فيها السكر نحط عليها الملعقة على الاكل كبيرة تاعي تاعي نوتلا ونضيف عليها هذك الحليب بالشوكولاتة لما كانش عندكم مطوفر حليب بالشوكولاتة تقدرو تخدموه في الدار غير بحليب وسكر والكاكاو نحطوه طيب شوية على النار ونخليوه يبرد يعني نديروه خفيف برك يعني هذا في حال اذا ما توفرش عندكم ولكن كان دي شوكورة متوفر بزاف نبدأ نبالها كما راكم تشوفو لازم نبالها بهذيك الكاندي الشوكولات لازم تجي شوية جارية لاحظتوني باللي زيت شوية لازم تجي شوية جارية وبعدها نضيف عطر النوتلا لكن كان عطر شوكوراتة مرحبا بيه ما كانش تقدرو نتخلوه عليه يعني تماما ومباشرة نروحوا نطيبوها كما نطيبوه طمينا تاعنا طمينا تاعنا طمينا تاعنا نستعل فراز درتهم كامل معاكم راح نخليكم كذلك في صندوق الوصف عن الروابط تاع الوصفات تاعهم وكذلك الوصفة راح نكتبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف بالنسبة للناس اللي يعني تحب تفرج الفيديو هيكا فيتفي ولا تحب الوصفة مكتوبة وكما راكم تشوفو بقيت نطيب فيها حتى نرجع هادا كلوزي تقلع من الكاسرونة كاسرونة كاسرونة وللماعون تاعكم لازم يكون ثقيل انا هنا درت غير كونتيتي صغيرة تاع عشرين حبة فقط يعني خاطر درت الحجم تاعها صغير صراحة واللي هنا بعد ما دقلعت من الكاسرونة مليح ما ننشفوهاش بزاف اتنسيون تنشفوها بزاف لازم نخليها شوية طرية ورح نحطها في سحن باش ما تكمليش تياب تاحا ونخليها تبرد على جهة وانك خدمنا الحشول الاول بالنسبة للحشب الثاني عندي الهنية شوكولاتة سوداء دو بخيفي خاص تستخدموا الوجدان يعني بديل شوكولاتة بصح جيب نينا وعندي مئة قرام من الشوكولاتة وعندي ثلاثين قرام ولميلي تر من الكريمة سائلة كونة الاقل نسبة الدهم فيها ثلاثين بالمائة وعندي جوز ولا نوع تا مكسارات اللي حبيت وانا نحب الجوز لانه يكسر شوي الحدة تاع شوكولات نواخ انا استخدمت شوكولات نواخ لانه هذيك اللي باياتة عالشوكولاتة مالجيتش اولي يعني ولي تدرت حتى لداخل شوكولات نواخ حلاوة راح تجي ناقصة والناس اللي ما تحبش لقاتو يجيها ناقص حلاوة رايح تدير شوكولات اولي فقط كتديرو شوكولات اولي تأكدو باللي كين هذيك اللي بايات على برا اللي راح نغلفو بهم اللغات وتعنا من بعد يكونوا حتى هما اولي يعني فقط برك لما باش يتناسقو ليقو مع بعضاهم واللي هنا راني حطت هذيك الشوكولاتة تاعي ذابت في الميكرو واند وكذلك حتى الكريمة السائلة تاعي راني ذوبتها بالنسبة للناس اللي تسقسيني دي مع الكريمة السائلة وشيه البديل تاحا فصراحتنا في الحلويات ما تحبش كون بديل يعني ما نقدروش نديرو لها بديل مش كيما في المخبوزات ولا نقدرو نديرو لها ايا اختنا تشيغ ولا بالصحة هي في الحلويات وخاصة في الكرام يعني جد ضرورية خاصة اللي نسبة الدهون فيها 28 و30 جرام تستخدموا اوبلا ولا امبرانت ولا هكذا والهنا راني كملت هذيك الجوخ تعليه تخيف ولا قعناش هذا الكريمة ورايح نرمي عليها الجوز اللي ما ترحيوهش ناعم بزاف ونديروه شوية خشين باش لما ناكرو الحبة تعلقاته ورايح نحسوا بهذيك القرمشة تاع الجوز في المنتصف اهنا تقدرو تعوذوه بالكوكا وما كانش عندك الجوز تقدري تديري كوكا وتقدري تديري اي نوع تعمك سارت يكون متوفر عندك وتقدري تدخلي عليه تماما رايح نخليه يبرد معايا باش يشدوا روحو من المستحسن انه ما نحطوهش في تلاجة ولا في المجمد نخليه برك بدرجة حرارة المطبخ الا اذا كنتوا يعني مزروبين حطوه في تلاجة ونعسوه لانه يبس بزاف اه طبعا انا هنا راني خليته غير بدرجة حرارة المطبخ ورايح ندير منه حرابش صغار ورايح نقطحهم يلا قطع صغيرة تكون متساوية الحجم هكذا باش يجيني كامل وللحبة التاعي كامل يجيوا كيف بعضاهم والهنا هذي هي الطمينة تاعي بعد ما بردت شوفوا كيفاش تعطاني الطوع اطنسيون طيبوها بزاف لو كان طيبوها بزاف ريحات تلقلكم هذي كزيت تاحا وتغبينكم في الخدمة اللي هنا احاوري لكم طريقتين تخدموا بيهم تخدموا بطريقة هذي تا تخدموا كل حبة وحدها ولا نخدموا بطريقة تاع الحربوش يكون كبير ونحشيوها بحربوش تاع هذا الحشو تاعنا بتاع الشوكولاتة والجوز حتى هو يكون كبير ونخدموا به ولكن انتم ما نصحكم يعني كمبتديئات حبوا تجربوا فقط الحلوة ديروها حبات صغار والناس اللي متمكنة رايحة تديروا هكذا كيما درت انا حربوش هكذا طويل بهذا الحجم ورايحين ناخذوا امبورتو بياس ولا مسترة ولا ناخذوا عليها القيس باش الحبات تاعي كامل اللي يكونوا متساويين بهذا الطريقة كذلك الناس اللي تحب تتخلى على الحشو تماما تتخلى رح يجيكم شوية نقص حلاوة بلاشي الحشو تاع الشوكولاتة تحبوا تديرو مثلا جينواز ولا قاتو تاع البيسكوين ملموم بالسوس تاع الشوكولاتة المهم تنحيوا هذيك الشوكولاتة وتعوضوها باي خالط كيما دلين ديروه في الكفتة ولا راهو ساهل والهنا عندي هذي باياتة تاع الشوكولاتة اللي كنتم نقولكم انا لقيت غطى على شوكولاتة نواخ وخدمت هذي عجينة السكر خدمت هذي الورود باللون البرتقالي والاخضر والهنا عندي شوكولاتة بالحليب درت شوكولاتة بالحليب ولكن خففتها يعني لازم تخفوها متخليوها شتقيلة خففتها بالزيت بزاف خلاص والهنا بالبانسو من المستحسن انكم ديرو بالبانسو نطلي الجناب كامل الا القاعدة ومباشرة في الباياتة كذلك اللي ننصحكم انكم تخليوا الباياتة في وسط الساشية لانه الساشية رح يساعدكم انه تتغلف هذيك الحبات خمية وشوفوا النتيجة كيفاش تجي ما شاء الله صراحة هذي الباياتة يعني هما الشوكولاتة تحهم بزاف هيلة حتى اللون تحهم يجي بزاف هيل انا تمنيت ندير لها بالشوكولاتة ماران لانه انا منحب بزاف شوكولاتة بالحليب وانتوما اذوا قد تلقيتوا تاع الشوكولاتة بالحليب جربوا شوكولاتة بالحليب نوك هنا هاي الحبات الثانية كيف كيف حتى هي طلتها بهذيك الشوكولاتة المخففة ومباشرة في الباياتة الشوكولاتة جربت هذه الحلوة اني نديرها في الفيتين ولكن بعد ما درت حبات في الفيتين من بعد طرعت هذيك الفيتين تاعي صراحة شكل جبزة رائع بس راح تلقيت لها هذيك القرمشة يعني تلافويتين على لغ واللي ما دغيتش نقطرحها لكم صراحة والهنا بعد ما كملت هذيك الحلوة سابلي تعودتوا يعني نديرها سابلي تخي سامبل هكذا بش ميجيونيش الفيديوهات تاعنا طوال باش يجيو في هذوك الاشكال ومباشرة تنبسط هذيك الشوكولاتة بعد تحبوا تديروا شوكولاتة اتاقتيني ولا ولكن الشوكولاتة هذيك مخففة كانت بزا فرايا دونك ما هيش راح تديرانجيكم في الاكل تاحا ولا هنه شوية غلوكوز اللي خففتو حتى هو بالماء باش ما يصراحة لانه جربت نلصقها غير بالغيراء ولكن ما لصقت ليش ولكن بالغلوكوز حكمت بلاستها وجات ما شاء الله انا نكمل كامل الحبات بها الطريقة ونشوفوه مع بعضنا في سحن تقديم اذا كانت هذي وصفتنا لنهار اليوم ولا الدرس تعنا لنهار اليوم ما تبخلونيش بالجام والبرتاج كالعادة كما الفيديوهات السابقة هكذا باش تحفزوني نحط لكم كل ما هو جديد وشكرا بزا فعل تعليقات الايجابية وعلى دعمكم على البرتاج لاني نشوف كلش شكرا 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 وبقالي غنقولكم وعدنا يتجدد يوم الاربعة باذن الله على الساعة الثامنة إلى اللقاء